اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين اثار موضوع تصويت مجلس النواب على قانون الحج الشعبي جدلا واسعا بين الكتل السياسية يتزامن هذا الجدل مع الحديث عن التسوية السياسية كيف ستنظر التسوية التاريخية مع هذه القوانين الخلافية وما هي اهم نقاط اعتراض اتحاد القوى وباقي الكتل ولماذا يصر التحالف الوطني عليها بالرغم من اعتراض اهم كتلة داخل مجلس النواب بالاضافة الى كونهم اصحاب مشروع التسوية ولماذا لا تضم قوات الحجد الشعبي للجيش كي نتجنب وجود جيش رديف كما عبر المنتقدون هل الاختلاف على التمثيل العدد للمكونات وكيف سيطرح مشروع التسوية بعد هذا القانون هذه الاسئلة نطرحها على ضيوفه لكن دعونا نشاهد ما عده لنا كادر البرنامج ورقة التسوية السياسية تصطدم باقرار قانون هيئة الحجد الشعبي في مجلس النواب حيث اثار تمرير القانون حفيظة كتلة اتحاد القوى الذي اعلن رفضه لقانون الحجد واعتبر الامر فرضا لارادات بكون سياسي على الاخر اتحاد القوى الذي يترأسه اسامة النجيفي رفض ان يتسلم مسودة التسوية السياسية من ممثل الامم المتحدة في العراق الذي حملها من قادة التحالف الوطني خلال الاجتماع الذي جمعه بقادة الاتحاد الذي نعتبر اقرار قانون الحجد الشعبي هو احدى العلابات البارزة في عدم اشراك المكون السني برسم سياسة البلد وان التسوية السياسية لا يكلل لها النجاح الا من خلال ارضية مناسبة وخطوات بناء الثقة بين المكونات موقف اتحاد القوى هذا قوبل بردة فعل من ائتلاف دولة القانون الذي عده تراجعا عن مشروع التسوية الوطنية لكنه بحسب دولة القانون هو شيء ايجابي يصب في خدمة البلد كونه سيفتح الباب امام شخصيات النزيهة جديرة بتمثيل مكوناتهم مراقبون يرون ان هذا التصعيد في المواقف ربما ينسف المبادرة الوطنية ويؤسس لمرحلة جديدة من الصراعات السياسية رحبوا معي عزائي المشاهدين بكل من الشيخ شعلان الكريم القياد في اتلاف الوطنية والدكتور خالد السراري رئيس المرسد الوطني للإعلام وكذا وايضا عن التحالف الوطني وتنظم الينا السيدة محاسن حمدون عن اتحاد القوى اهلا وسهلا بكم ضيوفي وابدى بسؤالي لك سيد شعلان بداية انتم معترضين على قانون الحشد الشعبي يعني كتلة او اتلاف الوطنية مثل ما شاهدنا المؤتمر الصحفي اعترضوا على اقرار قانون الحشد الشعبي شنو النقاط اللي اختلفتم عليها مع التحالف الوطني لاعتراضكم على هذا القانون شكرا جزيلا وارحب بالضيوف الكرام في هذا البرنامج حقيقة فيما يخص موضوع القانون الحشد اعتراض اتلاف الوطنية هو نابع من فكرة توحيد الرؤى وتهذيب الاجهزة الامنية والجيش والشرطة في بودقة واحدة كثرة الاجهزة الامنية لا تصب في مصلحة البلد وتزيد من انهاك خزينة الدولة العراقية رغم ما يمر به العراق اليوم من ظروف اقتصادية الاتلاف الوطنية رؤية تواضحة بانه الشهداء والجرحة من ابناء الحشد الشعبي تكون لهم اسوة باكرانهم يعاملون اسوة باكرانهم من الجيش والشرطة بقية المقاتلين من الحشد الشعبي واللي لا ينكر فضلهم حتى نكون منصفين انه لا ينكر فضلهم نهائيا من تنطبق عليه الشروط والمواصفات لقبولهم في الجيش والشرطة يذهب الى الجيش والشرطة ومن لم تنطبق عليه الشروط اللازم توفرها لدى المقاتل تصرف له مكافأة من قبل الدولة الحكومة العراقية ويذهب يرتاح في بيته لانه خرج تلبية لنداء المرجعية والجهاد لكن شيخ اريد اسأل سؤال انتم اتلاف الوطنية مأترضين جملة وتفصيل عن هذا القانون يعني نسمع من اتحاد القوى هناك نقاط خلافية بينهم وبين التحالف الوطني لكن اتلاف الوطنية رافض هذا المشروع لا لا هو مرفض للمشروع يعني هو المشروع يكون بهذا يكون المشروع بهذا الطرح مال البطنية اللي هو انه الشهداء والجرحة من الحجد الشعبي يعاملون معاملة الشهداء والجرحة من الداخلية والدفاع يعني نقصد تهيئة مستقلة متبطة بالرأس الوزراء انتوا رافضيها رافضيها نعم لانه هذا يعني ترهل احنا نريد نعالج الترهل نعم انه بنجيب ترهل انضيفة على الحكومة العراقية وهذا من هذا المنطلق نعم وانما نحن مو يعني مو رافضين فكرة ان الحجد الشعبي نعم رافضين نعم يكون لقانون ينظم عمله ويقبلون في الاجهزة الامنية في الجيش وفي الشرطة وفي بقية الاجهزة الامنية الشهداء والجرحة يعاملون معاملة الدفاع والداخلية اللي ما تنطوق عليه مواصفات الدفاع والداخلية يكافأ من قبل الحكومة العراقية هذا هذه النقاط اللي كان يريدها ائتلاف الوطنية وانما هو اما نتخوف او قير تخوف ما عدنا اي تخوف هؤلاء هم من البلد من ابناء هذا البلد وقفوا وقاتلوا وصمدوا ويشهد لهم القاسي والداني بهذا القتال وبهذه الوقفة البطولية والجهادية بوجه داعش الارهابي وكان لهم فضل كبير بإيقاف زحف داعش تجاه بقية المناطق خليني اخذ وجهة نظر اتحاد القوة اهلا وسهلا بيت ست محاسن في برنامج المشهد الاخير هاليوم اريد اعرف ملاحظاتكم على قانون الحشد الشعبي اللي صوت عليه مجلس النواب امس يعني شاهدنا المؤتمر الصحفي اللي ترأسه السيد اسامة النجيفي وكان له كلام ربما البعض اعتبر كلام السيد اسامة النجيفي عليه خطوط حمراء يعني من التحالف الوطني شون هذا اليوم نتكلم عن قانون الحشد الشعبي وايضا وجهة نظر اتحاد القوة بسم الله الرحمن الرحيم اشكر دعوتكم لي لهذا البرنامج بالنسبة لقانون الحشد الشعبي اعتراضنا لانه كان تمثيل كهيئة مستقلة في البداية كان كقانون يدرج لكن بعد ذلك تفاجأنا بانه هيئة مستقلة يعني خارج عن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وانما معاملة خاصة لها مع رئاسة الوزراء كذلك الاعتراض بانه فيما النسب كانت محددة ب40% للمكون السني هكذا نتكلم و60% بالنسبة للحشد الشعبي 60% للحشد العشائري 40% للحشد العشائري الملاحظة اللي رفض رفضوا التحالف الوطني بادراجة بالقانون بانه مسك الارض الاختلاف فقط على مسك الارض بانه بعد التحرير يكون اهالي المنطقة هم يمسكوا الارض لكن هم بالنسبة للتحالف الوطني كان رافض لهذا المبدأ ولم يدرجون في القانون يعني البعض قال اختلفتم على موضوع ايضا المناصب يعني منه راح يكون نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعني هذا الافتهمنا وايضا اختلفتم عن يعني ايضا بعض المسميات يعني خلينا تحدث بكل صحيح لحد الان ما بيّنت منه راح يرأس الحشد الشعبي ولا نوابه لكن الاختلاف في مضمون القانون بأنه كان بودنا بأنه بعد تحرير مناطقنا من قبل ومشاركة الحشد الشعبي ونحن لا ننكر مشاركته وبطولاته في أراضينا وكذلك دماءه الزكية عطرت أراضينا لكن القانون سياسي وليس بالنسبة للمواطن لا تمثل المواطن بصلة وإنما أردنا بمسك الأرض من قبل أهلنا يعني 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 بس أريد أفهم نقطة مهمة جدا سيدة محاسن حتى تكون قريبة للمواطن العراقي نقطة الخلافية بينكم وبين التحالف الوطني هو مسك الأرض من قبل أهالي يعني أهالي المحافظات صحيح هذه النقطة الخلافية هو هاي النقطة الخلافية وعلى أساس إدراجها بالقانون فقط هذه النقطة الخلافية كان أكثر شيء هو هذا النقطة والثانية بأنه طلبنا بأنه يدرج مع يشكل مع وزارة الدفاع كأنه عسكريين يتم تطوعهم في وزارة الدفاع لماذا هذه المصاريف الكثيرة ولماذا هذا الترهل في وزارة الدفاع في الحج الشعبي كان ممكن لملمة الموجودين وكان ممكن أن يكون قوة الجيش العراقي تقوى ضاردة تستطيع أن تخلص البلد وتحاميه من داعش وغل داعش كان يقصد ربما إيران والحرس الثوري يعني هذا اللي افتهموا بعض المحللين السياسيين من كلمة السيد أسامة النجيفي لا بد أن يكون هناك تخوفات تخوفات سياسية وليست على الميدان الميدان بأنه الحج الشعبي متطوعي الحج الشعبي قاموا بواجبهم على أكمل وجه لكن هناك تجاوزات لا بد أن يكون في جميع الأماكن موجود تجاوزات لكن صيغة القرار وصيغة القانون وتجاوز التحالف القوى بحيث أنه عندما رفض التحالف القوى العراقية عدم الحضور مرر القرار وكأنه ليست هناك مشاركة وطنية أو مشاركة من ناحية مشاركة بالحكم يعني لأنه الحكومة قائمة على مبدأ الشراكة فتجاوزوا تحالف القوى العراقية وشتغلوا على بأن وجودهم كأغلبية موجودين بمجلس النواب وتم التصويت عليه وبسرعة بدون الرجوع إلى المسؤولين أو رؤساء التحالف الوطني التحالف القوى العراقية نعم خليني أنتقل بهذه التساؤلات يعني إلى الدكتور خالد السراري الدكتور خالد يعني طرح السيد شعلان الكريم سؤال مهم جدا يعني رفضوا أنه تكون هيئة الحشد الشعبي هيئة مستقلة وتابعة إلى رئاسة الوزراء يعني يقول هناك ترهل بالدولة سيكون وأيضا تحدثت السيدة محاسن يعني حمدون قالت أيضا لدينا نفس المخاوف من أن يكون هناك ترهل في القوات الأمنية ولماذا لا يدمج أو تدمج هيئة الحج الشعبي مع وزارة الدفاع وأيضا كان لديهم نقاط خلافية على مسك الأرض وهذا من حقهم يعني أي محافظة بعد تحرير على العشائر أن تمسك الأرض هناك يعني وأيضا التحالف الوطني كان منفرد برأيه وراح صوت على القانون ونهي الشراكة الوطنية بينه وبين الأطراف الأخرى اللي كانوا يعولون عليها وبعد ما سمعنا مؤتمرات وأيضا كلام لرئيس اتلاف اتحاد اتلاف التحالف الوطني سيد عمار الحكيم وقال سنعبر مرحلة تاريخية في التسوية التاريخية اليوم انتهى كل شيء بعد هذا المشروع والأغلبية للتحالف الوطني بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة للجميع علينا أن نستذكر بعد عشرة ستة كيف كانت دواعش على تخوم بغداد نعم وعلى تخوم المراقد المقدسة وعندنا أربع محافظات تقريبا نعم تحس سيطرتهم نعم وإجت فتوى من مرجعية دينية الأكثرية بالعراق تقول دافعوا يا أبناء العراق عن العراق بغض النظر ماكو دافع عن كربل ولا دافع عن بصرة نعم تقريبا عن العراق ولا نحرف المناطق نعم اللي استطاعها وهذا واجب وطني تمام له نعم انطلقوا هؤلاء الشباب يمكن أقسم آنا الآن لأننا نحسبها من ألفين وتلافة يعني بالنسبة للزمن كيف الحركة صعبة بالعراق يمكن ثمانين بالمئة من عدو ما شايفين هنا ولا شايفين صلاح الدين نعم ما شايفينها نعم وانطلقوا للدفاع هؤلاء خارج منظومة الصراع السياسي والتنافس السياسي اللي تعودنا عليها صارنا 13 سنة نعم هؤلاء هل أمام نعم حجم التضحيات نعم أمام هذا التوسيق للدور أمام إقرار نعم الكتل المعترضة واللي ما حضرت وما صوتت بدورهم نعم بدورهم الأمس من هاي عوائل الشهداء نعم من هذا المقاتل اللي بعده بأشهد المعركة وأقول لمجلس النواب فلان كتل أهل نينوة جزء منهم ما صوتوا عليك وانت ساهمت بتحرير تكريت ما معترضين يعني تحدث نعم تحدث السيد شعلان الكريم وأيضا سيدة محاسن يعني ما معترضين عن الحجد الشعبي لكن دمج هيئة الحجد الشعبي مع وزارة الدفاع يعني هذا اللي كانوا يردو يعني من التحالف الوطني يعني ما رادوا هيئة مستقلة وأيضا تحدث السيد أسامة نجيبي في كلمته يوم أمس يعني وقال بكل صراحة نحن نتخوف أن تكون هذه التجربة مثل تجربة باقي الدول وكان يقصد إيران والحرس التوري وخلينا نتحدث بكل صراحة إيران إلها وضحة نحن نجي على العراق بظل هذه التساؤلات عمليا أنت ما صوتت عندك تحفظات صار شهرين تنحل ببساطة جدا لو أكو نواية مثل ما يريدون البعض تعودوا وخلينا نكون صريحين البعض مثل خطاب البارحة مال النجافي هاي عقلية لو ألعب لو أخر بالملعب الدكتاتورية الأكثرية معناها الأكثرية تسكت ما تصوت معناها صار دكتاتورية نقلية لأنه يمشي قرارها الأمس اللي حدث أن ألغي كل شيء أنا كل شيء ورجع التسوية وبعد ما أكو شيء بالعراق اتفلش العراق لأنه صار تسويت على الموضوع نرجع فقط للشهداء وعوائلهم فقط المنظومة الأمنية الآن هذولا صار سنتيا أقل من تقريبا إيه سنتيا لتأسيس منظومة الحشد الشعبي عمليا أخذ الشكل خلينا نقول صار سنة نعم ست هيفا هل من المنطق الآن تحل هل عندنا مكانية إحنا الآن أن نهيكل الحشد ونضم الجيش أمام هاي المعارك الطاحنة هل هذا المنظومة اللي اسمها حشد الشعبي قصرت بالمعارك نعم ما رافقتها إرادة الله بالنصر منجر في الصخر لليوم منجر في النصر لكن أريد أسألك أريد أسألك سؤال يعني أتمنى أتمنى تجاوبني بقى الصراحة يعني الله يخليك هاليوم أنا أحجي معاناة أبناء الحشد الشعبي يعني هذا القانون هل راح يفيد ابن الحشد الشعبي هذا الفقير اللي فقد أمنه وخبزه ومستقبله ويقاتل وهذا اليوم فقد أطفاله وإعطى دماءه لو راح تفيد كتل وأحزاب كبيرة حكيني بصراحة عمليا عمليا إسماعيلي لو راح تفيد فصائل مسلحة داخل الحشد الشعبي خلنا نتحدث هاليوم نريد هذا المواطن نريد هذا اللي قاتل هذا اللي هاليوم ترك بيته بالبصرة وبالنجف وبالناصرية وراح للموصل نريد هذا من البارحة ستايفاء لليوم مراجعة حتى على صعيد المواطن العادل اللي عنده ابني قاتل خلينا نكون صريحين دي أنه مفاجئة أن نتوصل للمورة عمليا ابن الحشد الشعبي هو دياخذ ترى دي ما شون معاملات الشهداء وكذا لو كانت النواية مثل ما يحاولون ينطوها البعض اللي ما عدهم استعداد لأي تفعهم نعم فكان أسوأ قانون للحشد الشعبي هو هذا هذا اللي يحولهم إلى منظومة تابعة لقائد عام قوات مسلحة شوفوا لحظة هي أربع فقرات أربع فقرات نعم يا ستيفة كل المرتبطة بإرادة وتنظيم ورؤية القائد العام رئيس وزراء نعم وهو كل القانون صدر بناء على أمر ديواني لاحظي يعني باجر رئيس وزراء يجي لغي الحشد الشعبي لا هذا قانون قانون مجلس نواه نعم نسفحيلي الربط التنظيم بإرادة رئيس وزراء أدكم مشكال روحوا بالتنظيم بعملية الإجراءات التنظيمية روحوا تفهموا نائب رئيس الحشد رئيس أركان الحشد كل هذه نطوه الطرف يعني التحالف الوطني وقالني الحشد الشعبي قبله والتحالف الوطني بهذه أربعي بالمئة هي نسبة السنة بالعراق أربعي بالمئة الحشد العشائري مقبولة مسكي الأرض أرض أفهم سؤال أنا بمعركة هذه سمحتوا بالعالم نعم غير قيادة عسكرية ترتب توزيع القطاعات لو أنا لا أسكت لازم أنا ابن الأنبار أسلمها الأنبار وبالتالي خلي يحدث ما يحدث نعم وإحنا بأمام هذا حج معركة ندفع يومية يومية سيارات رتل تجمع الشهداء خلي جوابك الشيخ شعلان الكريم يعني تكلم كلام أنه السيد وسام النجي في واتحاد القوة وربما بعض الكتل السياسية نسفة العمل يا ألعب يا خرب الملعب ويقال لك نحن نريد أنهيكل عمل الحجد الشعبي في هذا القانون وفي هذه الهيئة حتى نضمن حقوق أبناء الحجد الشعبي أنا كعدة نقاط أريد أشير لها نعم إذا تسمحوا لي الموضوع الدفاع عن العراق ما مقتصر يعني ما مقتصر فقط على الشيعة أو السنة أو الأكراد نعم على كل واحد شريف عاش على هاي الأرض عليه أن يتحمل مسؤولية الدفاع عن هذا البلد هاي نقطة النقطة الثانية منذ البداية من دخول داعش بعد دخول داعش طبعا إحنا قبل داعش أفرغت المحافظات من السلاح نعم يعني ما أدر يقولش البيت اللي يفوت اللي يفوت الشخص للبيت لو يلقى كسرية صيد بندقية صيد لو يلقى مسدس وهم حاير بي وين يضم نتيجة التفتيش وإفراقها إضافة إلى أنه في صلاح الدين أفرغت صلاح الدين من كل المعد السلاح فوق الثقيل وفوق المتوسط نعم هذا كله انسحب إلى بغداد لهذا صلاح الدين أصبحت خالية من 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 السلاح الثقيل وفوق المتوسط من دخل الداعش بالفرقة العسكرية الرابعة ماكو غير 16 14 صاروخ قاذفة نعم كأنه حالة مدروسة مع داعش لإفراق هذا السلاح هذه نقطة طالبت أبناء هذه أبناء هذه صلاح الدين خاصة نتكلم عن صلاح الدين طالبنا بتسليح أبناء هذه أبناءنا من أجل تطهير المناطق التي دخل إليها داعش ولكن لم تكن هناك استجابة في ذلك الوقت هناك نقطة نقطة مهمة جدا كل ما نقترب من الانتخابات نعم كل ما نشارف على هذه الدورة الانتخابية نعم كل ما ما يزداد التصعيد والصراعات والانقسامات داخل مجلس النواب وبين الكتل السياسية نعم لا حشد ولا شهداء ولا جرحة ولا يمنى ولا يسا كلها مكاسب سياسية نعم احنا الشهداء على روسنا والجرحة على روسنا ضحّوا ولكن هذا الواقع الفعلي لا يمنى ولا يسا كل ما نقترب من الانتخابات كل ما أريد مكسب سياسي حتى أنا أبقى على كل سنة يعني اليوم التحالف الوطني نتحالف الوطني تحالف القوة لا لا حالي نتحدث اليوم اليوم التحالف الوطني كان مكسب سياسي على موجه من الانتخابات القادمة طبعا مكسب سياسي مكسب سياسي هذا المواطن بالجنوب كان مرتبط عن بعض الكتب حتى يقولولي مو مكسب سياسي احنا مضد الحشد يعني حتى من داع نحكي هذا الكلام كان المفروض ما اصوت عليه البارحل القانون اصوت عليه باتشر اقعد افسح مجال استوعب مو الكل ما استوعب الكل استوعب جزء تعالوا انتو الوطنية شون تريدو تعالوا انتو الاتحاد القوة شون تريدو واحد اثنين ثلاثة اربع اجتماع مشترك ما بين الكتل السياسية وما بين الهيئة الحشد وما بين رئيس الوزراء حتى تنوضع ورقة ويكون اضافة الى انه هناك ازمة ثقة عدم موجود ثقة ما بين كل الاطراف هذه نقطة مهمة هنا موضوع فرض الارادة وفرض التسوي والتصعيد اللي طلع به السيد النجيفي احنا ما مسؤولين عن التصعيد اللي طلع به هذا رأيه ربما اخطأ وربما اصاب في هذا الموضوع نتيجة التصويت اللي صار وفرض الارادة اللي صارت يعني انتو تعتقدون اتلاف الوطنية كان هناك فرض للارادة يعني هو مثل ما 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 صرح بين نجيفي يعني هذا رأي نجيفي نعم لكن احنا كنا كاتلاف وطنية ان يكون فسحة من المجال لكن انتو رافضين هذا القانون رافضين انه تكون هيئة مستقلة يعني هو هذا القانون القانون هيئة مستقلة يعني هسعين شنل راح نفروق اليوم سوينا الحشد باشر راح نجيب الاخر نسويهم غيرهم يعني راح نرجع ما قبل الالفين وثلاثة الى عشر اجهزة امنية جيش على اجهزة امنية على عسكرية على غيرها عشرة بالضبط كانت ما قبل الالفين وثلاثة من الجيش للحرس الجمهوري الى الفداين للجيش الشعبي للحرس الخاص للأمن الخاص للأمن العامة للمخابرات للحزب البعث لغيرها الغير احنا نريد انه تكون بناء دولة بناء دولة بمعنى الكلمة تصعيد النجيفي اللي صار هذا راح يفتح فتح المجال امام من يؤيد الاقلمة من يريد الاقلمة والفدرالة من يريد الاقاليم والفدرالية ورح يلقى دول الطبل والزمر لهذا الموضوع بينما نحن ننادي بوحدة بوحدة ارض وشعب العراق من شماله الى جنوبه اضافة الى انه في سح المجال هذا التصويت البرحة في سح المجال ايضا لدول اخرى راح تدخل بالشأن بالشأن الداخل العراقي طيب انا اليوم 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 عندي عندي من الفصائل بالحشد تقاتل دع تقاتل في سوريا في سوريا وفي حلب وهناك تكبت مجازب متمام باشر راح تجي الدول الدول العالم على الحكومة العراقية راح يقول لها انتي عندش يبل فضل العباس وعندش العصائب وعندش النجباء وعندش عدكم حزب الله كتاب حزب الله كم دع قاتلوا في سوريا ودول ارتكبوا مجازب دعمين للالهاب راح ننشبه بقانون جاسته ربما وهذا مو مستبعد لانه هذا ترامب الجي جانا ما يعرف لا تزغير ولا تشبير عند الاول والتالي هذا اذا احنا اللي الريدة مو زيادة الانقسام او توسيع الفجوة وانما تقليص الفجوة ما بين الفرقاء في هذا البلد او ما بين الشركاء في هذا البلد حتى ما نصل الى النتيجة اللي وصلنا لها البارحة وزادت الفجوة وزادت الانقسامات سيد محاسن يعني سمعت إلى كلام دكتور خالد السراري يعني تكلم كلام وقال هناك كتل مثل اتحاد القوة والسيد اسام النجيفي يا العب يا اخرب الملعب وايضا كان تصريحه متشنج يعني هذا اللي افتهموا التحالف الوطني من خطاب السيد اسام النجيفي او اتحاد القوة اشلون هاليوم ممكن انه نقعد على طاولة ونقدر انه انحل مشاكلنا الداخلية بعيدا عن التدخلات الخارجية اللي ربما ستتدخل بيها مثل ما تحدث الشيخ شعلان الكريم بعد تصريحات التحالف الوطني وايضا اتحاد القوة اجاوب الاستاذ السراج اقول بانه قانون الحجد الشعبي او هيئة الحجد الشعبي في الوقت الحاضر اصبحت هيئة مستقلة من كان احنا ادنا شرطة اتحادية او شرطة محلية وخرجت ما قدرت تخرج من الموصل انا اتكلم عن محافظتي ما قدروا خرجوا من الموصل الا كان اكو قانون عفو لغاية 5-11-2015 بعد 5-11 بدأوا يقدرون ينزحون الجنود والشرطة ينزحون من داخل الموصل لحد الان هم متسكعين في الشوارع ما قبل لو يصدرون قانون عفو بخصوص هؤلاء الشرطة والجيش حتى ينضموا الى المنظمة العسكرية من اجل دفاع عن محافظتهم هذا اعتراضنا اعتراضنا بانه ليش من الحجد الشعبي يدافع عن اراضينا ليش ما ابناءنا يدافع عن اراضينا بالوقت الحاضر فتحوا تطوع 3000 شخص 3000 شرطي طالبنا رئيس الوزراء ليش 3000 واحنا عساس 15 جاوبنا بانه هسا 3000 وتدريج 3000 3000 على ما يدربون زينا احنا عدنا متدربين سابقين التبرير بانه والله كان هربوا من العسكرية فما ممكن فصلوهم عسكريا زينا هم متدربين لكن القيادات امرتهم ان ينسعبون هون احنا اعتراضنا اعتراضنا بانه اولادنا اولادنا ما استوعبوهم اولادنا ما استوعبوهم يعني ستتشوفين مخيمات النزوح مليانة شباب طلع التطوع وين بقيارة وبالحمدانية بحيث النازح موجود في قفص لا يصل الحمدانية ولا يقدر يصل القيارة حتى يطوع من اجل دفاع عن ارضه نعم لكن هذه المشاكل الخلافية التي تحدثت عنها هذه مشاكل خلافية ربما مع رئيس الوزراء الدكتور حيدة العبادي وليس مع التحالف الوطني حول مشروع هيئة الحجر الشعبي بالنسبة للكتور حيدة العبادي جزء من التحالف الوطني هو محسوب على التحالف الوطني فمن ما يلبي رغبة اهالي محافظاتنا الواقعة تحت سيطرة داعش يعني احنا نكون بشك وعدنا عدم ثقة بالنواية من اجل مسك اراضينا لحد الان مسك اراضينا مبهم يعني سيد محاسن ابقين الرأي لسي شعلان لكريم عندما يقول هناك ازمة ثقة بين الكتل السياسية طبعا طبعا موجودة ازمة ثقة لأنا قد قللك بانه اهالينا ولادنا ما شاركوا بال يعني بال مدافعة او بال تحرير مناطقنا فشون يكون يعني هسة الجندي الموجود في ارض الموصل ما يعرف طرق الموصل نعم خلي سيد محاسن بس اسمعيني اسمحيلي بينما لو كان احق الجنود من اهل الموصل كان يعفون كل الطرق ويعفون كل الممرات حتى يصلون وحتى يحصلون على النتيجة سيد محاسن خلينا ناخذ هذا الفاصل ونكمل حديثنا نعم عروض انترنت تهز القاع افضلوا اسرع عروض الانترنت المفتوح الكم من زين اختر الان الباقة اللي تناسبك انترنت مفتوح طول اليوم في الفين دينار وتقدر تشترك بالباقة الاسبوعية بلا حدود بس بسبعة الاف دينار او انترنت شهري مفتوح بثلاثين الف دينار يلا شترك وخلي يومك على النت بلا حدود مع اسرع انترنت من زين في العراق اهلا وسهلا بكم مشاهدين بعد هذا الفاصل انتقل الى ضيفي دكتور خالد السرعي دكتور يعني اتفقت السيدة محاسن حمدون والسيد شعلان الكريم على موضوع مهم جدا هو يوجد ازمة ثقة يعني بين الكتل السياسية اليوم شلون نقدر ننضي بمشروع التسوية التاريخية في ظل ازمة ثقة بين الكتل السياسية بعد اقرار قانون هيئة الحجر الشعبي والله يا سيدتي هي مو ازمة ثقة بقدر ما الخلافة احيانا 180 درجة حتى على الثوابت الوطنية الان نخوض معركة الموصل ووجود جيش تركي ومشاريع تركية وهناك بواجهة العملية السياسية ومركز القرار السياسي من بارك التواجد الكردي التركي ودافع عنه نعم ويحارب وجود الحجر الشعبي ويشوه المنظومة أولا أكون ملاحظة مهمة إذا الكتل السياسية مختلفة الحجر الشعبي ما شكلت التحالف الوطني حجر الشعبي ما شكلت تحالف وطنية الخاطر الحجر يتحمل مسؤولية الخلافات لكن تحدث السيد أيضا شعلان الكريم وقال ما شكله لا لا فتوى نعم يقول هذه مكاسب سياسية هذه مكاسب سياسية لأن انتخابات جيد الأحزاب موجودة عندها أحزاب موجودة أحنا نحكي على المنظومة نطلق الآن الحمود الفقري الحجر الشعبي الآن هو تابع أنا وياك حسنا تقول لي تقول لي كتلة الأحرار عدها أقول لك إيه تقول لي مجلس العلاء عندها تقول لي دولة القانون أو الدعوة عدها عدها منظمات دخلت أو سغاية عاشور وأيضا سغاية السلام موجودة عمليا الحشد انطلق مو بإرادة هؤلاء هؤلاء انضموا إلى بعد انطلاق تهي فتوى دينية كريمة مكان لعلاقة مكان لعلاقة بهذا الموضوع لكن هذا اليوم وجودهم قوي جدا من هو منع التطوع هو هذا السؤال من هو قال أنه تنحل تسقط المحافظات بساعات لكن تحدثت سيدة محاسن نعم تحدثت سيدة محاسن حمدون هناك يعني عدم سرعة في الإجراءات لأبناء يعني المناطق المنكوبة بداعش جيد الآن الشيخ أقرب أو سيد محاسن أقرب مني اش قد الآن الحشد العشائر ابنينوه اش قد حشد أثير النجيفة يقاتل ابنينوه يعني كل هذه وبعد تبقى المشكلة كيف ما قاتلنا كيف ضاعت المحافظات احنا مريد ننكع الجروح نعم نعم يا ستي لكن نقول واقعا الآن سألتيني على التسوية تسوية قبل ما أروح للتسوية حتى نتحدث عنها أريد تجاوب نقاط مهمة طرحها السيد شعلان الكريف يعني طرح النقطة مهمة جدا هي المكاسب السياسية اللي على أساس تم إقرار قانون الحجد الشعبي وأيضا تحدث نقطة مهمة جدا أنه العراق راح يكون في خطر هناك فصائل تقاتل في سوريا يعني مثل حزب الله وأيضا فصائل أخرى هاليوم يقول لك أنا أتخوف أنه احتمال باتشر أمريكا أو التحالف الدولي يخلي خطوط حمراء على العراق ويقول أن العراق يصدر الإرهاب ويكون علينا عقوبات ويدخل بشأن السياسي السوري بالحجد الشعبي واليوم الحشد أقروا مجلس النواب يعني صار على أرض الواقع صار قانون يعني أقر هيئة حشد لا جاو أستجاوب هاي النقاط أقر أقر يا شيخنا الكريم هيئة حشد ما أقر قال يا بل فصيل من النجباء اللي قاتل في سوريا جزء ما قال يمتلكون نفس الحقوق الآن إحنا ليش نخلط العملية هسا خلنا نغف النظر عن كل ما جراننا من تداعيات من سوريا وجود داعش في سوريا نعم اللي دفعنا ثمنة بعض اليوم هسا معلي أنا بهاي لكن هو بدأ يقول لك يقول لك الفصيل الفلاني اللي الآن ده يقاتل أو فوت فلاني هو الآن جزء من منظومة الحجد الشعبي الموضوع ده يحمل موضوع الحجد الشعبي لا لا حتى يحمل نعم شوان يعني حدث سلام منطقي شيخ حتى أرجع إلى موضوع إلى موضوع إلى موضوع طرحت مهم جدا أنه الحجد الشعبي يقاتل في سوريا يعني لا لا موضوع مهم هو حتى يتهمل بس إذا تسمح لي مو فقط في سوريا نعم اليوم لما أقول أنا هناك أزمة تقوى نعم أكو أزمة تقوى عندي أدلة وبراهين رح قسم الكيان آتي جير جرفة النصر جرفة الصخر أو جرفة النصر صار أكثر من سنتين من تحرر وإلى الآن لم يعودوا أهله هاي وحدة سليمان بيك لا أنا أرترس خاطر وحدة وحدة الكنطين مجال لا مخاطر حتى عدد الكنطين مجال حتى جرفة الصخر نعم سليمان بيك في قضاء طوز خورماتو القرى المحيطة أكثر من ستين قرية في ناحية آمرلي أيضا طوز خورماتو ناحية يثرب عزيز بلد المحطة الرفيعات جوازرات الرواشد بشعيفة كل هالمناطق لم يعودوا أهلها صار سنتين وقسم تعدى السنتين من تحررت إلى يومنا هذا زيني هاي نقطة النقطة الثانية الحشد ما حاسب ما حاسب المنفلتين والخارجين عن القانون والمارقين اللي اتخذوا الحشد غطاء لتنفيذ مخططاتهم ومآربهم الإجرامية عندي فيه صلاح الدين فيه سامرة اليوم صلاح الدين خلينا نقول صلاح الدين أكثر من 2500 مفقودين ما أدري بيهم مين من دخل الحشد إلى يومي هذا ما أدري بيهم مين يابع علمونا عليهم نعمل الحشد المسلمية هذا 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 ثابت هذا الموضوع نعم هذا ثابت السيطرة الرزازة اللي انفقدوا من الأنبار أكثر من 2000 إلى يومنا هذا أيضا ماكو هذه لو أكو فيها أجوبة أجوبة من قبل هيئة الحشد الشعبي ومن الحكومة العراقية يوم رجع أول شيء رجعونا النازحين عفونا هذا واله الساعة المخطوفي رجعونا النازحين اليوم اللي مذلين ومهانين في المخيمات في في قليم كردستان وغير قليم كردستان رجعوهم المناطقهم زين أنا عندي هالساعة في بلد خلي أضرب لك مثل في بلد عندي نص دقيقة نعم في بلد داخل قضاء بلد من عزيز بلد أكثر من 3000 شخص ساكنين هالبلد ملف فيهم يعني آوين يمهم زين ليش بات رجعوهم المناطقهم خلي جاوب خلي جاوب أولا السؤال المهم جدا ونحتكم آن وياك لهية الشعبي لهية الشعبي أو لرئيس الوزراء نعم قائد عن قائد مسلحة جير في الصخر أكل آن يريد يرجع لها أحد واحد مانعة هاي وحدة ايه 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 الثارات الموجودة بين مناطق السنية والعشائر السنية الآن الحاجر الشعبي مسؤول عنها كم منطقة عشائر فلشت آخر شيء آخر شيء ذا كل يوم تفليش البيوت ما حادثة فلوجة تفجير فلوجة منه فلش الحاجر الشعبي لو عشائر نفس العشائر السنية هاي أنا إذن الصراعات اللي انخلقت بالمناطق الآن حتى بهذه يدفع الحاجر الشعبي الثمن نعم المفقودين ليش والحاجر الشعبي شين دخل مبسوط نفراش أخبر وهي معركة يعني أنت تقطيني جرد بمن كان منسا مرب داعش خاطر ممكن يقتل وممكن يهزم ممكن ناسب سوريا ممكن ناسب الموض في البدن اي 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 ليش هاي أنا انطيت أنا عندي سبعين واحد من فقدة ومن عشير سبعين واحد من السبعين بس واحد داعش والبقية أقسم يمين عليهم واجيب لك البعيسة كلهم يحلفوا لك يمين أنه ذولا مداعش ونفقدوا مادربي يعني الحاجر الشعبي سبب طبعا زين داعش تقتل لولا يعني هتا عيش داعش قتلت سنة لولا ومدنيين داعش قتلت لليوم تقتل بالموصل لولا أو تقصف تقل لش تقتل لكن يعني عندهم تخوف من الحاجر الشعبي هذا وحد شفتي لا لا عندهم تخوف لا 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 ما تخوف نزاعات العشائرية نزاعات العشائرية نعم المشروع نزاعات العشائرية نعم الحاجر الشعبي مرفوض يعني خوف خليه يجي يجلك أكو أكو يعني نقاط طلح لك هي يجلك نقاط طلح لك هي يجلك تخوف والوما نتسوي هي أمم نزاعات العشائرية سيكون مشكلة النزاعات العشائرية في بقية كل الأسماء اللي مطلوبين سلمت الأسماء المتفق عليها الساعة أنا أجيك على قبابلت بن صلاح الديناني الأسماء المتفق عليها من هاي المناطق اللي لحد هاي اللحظة ما عادوا أبنائها ما سبحوا لي أبنائها أن يرجعون 180 180 داعشي على 180 عائلة يعني 180 نسألوا جبيه محليل ناس عيل لا لا مثل لا 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 أسمحني نعم ما قال قال نقطة على المرحلين الهميم قال بنص الأنبار يقول الشي للمفخخات نجي بالليل يجون الجماعة يرجعوه النفس السؤال المهم الآن عدم عودة نازحي الصقلاوية فرضا أو نازحي الفلوجة الحشد موجود بالفلوجة وما نحن نحن ليش العمل الآن داجة على الحشد الحشد الآن موجود بالمنطقة تراني مضد الحشد يعني من داعسونك فيها اسمحنا سيدا أني مضد الحشد من داعسونك فيها مضد الحشد لكن هاي مساوأ اللي انخرطة اللي افتخدوا الحشد في طاء هذا الموضوع سنو ضي بتسوية التاريخية أوصح شنو ذنب أنا من مسلم أسماء 180 180 شخص فيه أربعة فيه أربعة روح ثمانية روح ألف واحد ألف واحد شنو ذنب أربعين خمسة وأربعين ألف ما أسمح لهم هذه القتال هذه لحد الآن مشكلة عشارية خص مناطق ما يوجد مشكلة عشارية شين العشارية؟ يا نمسلمك أسماء يا نمسلمك أسماء أنت بسلمني هذه المشكلة المشكلة أنتو أنجزت وإذا هما ما شيئا دكتور خلينا تحدث يعني هاليوم هذه الأزمة الثقة يعني موجودة يعني وطلحوها لا أزمة أجندات نعم لا لا أزمة الثقة هي بيها أجندات موجودة يعني الثقة بين الكتل السياسية هي أخوكت السياسية معها أجندة شون أمضي بالتسوية التاريخية شون أمضي بالتسوية التاريخية وآني عندي أزمة ثقة بين الكتل السياسية هاليوم السيد أسام النجيفي يقول نحنا ما استلمنا التسوية التاريخية لأن بعد ما تهمنا أنا بتصوري هي التسوية التاريخية طرحت طرحت وستأجلة نعم قال لازم تأخذ عمليتها بغير شكل مو أنت أعلم تسوية وبعدين أكو أفراد شوفي لحظي نعم قيل أكوناك تسوية خميس الخنجر وأثيل النجيفي ورافع العساوي شوفوا الملاحظة وكل اللي بقوا بالعراق من سنة العراق من سياسي العراق من السعدة والبرلمان وكأنه مؤلموا أي دور هذه أكبر طبعا ذكاء ذاك الطرف وعدم دراسة التحارف الوطني انت ألما انطرحته انت ألما انطرحته خاطر خبت هالضجة الصغير بالشارع ستراجعون أوراقكم هي عمليا البارحة يبدو أنه بعد ما لها المجال خميس الخنجر ما عنده اتصالات بالمسلول السياسي ماذا هاي انتوا أعرف لا شو ما يعني انت تحالف وطني لا لا يا تخلي وانت ابن مصد الخبري نعم اتصال اذاوي أشخاص تفاوض والتفاوض على وركة التسوية وغيرها لا 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 ما كنت هال إذا هو إرهابي من من تحالف وطني تفاوض يا الخجر نعم من يلا كفو أطراف محمد سلماني تفاوض يا محمد سلماني أبل مصالح الوطني جهة حكمية هذا رئيس جهة حكمية لا تتلقى على الوطني كيان سياسي على من محسوم على منه محسوم على منه محسوم حكومة الشراكة الوطنية لا لا على من محسوم منه رشح لهذا المكان السيد السعدي رئيس وزراء جابوا خلا لكن عمير رئيس وزراء العراق وليس رئيس وزراء ما شعني ما ناكل هذا الموضوع خلي ننتقل سيدة محاسن سيدة محاسن يعني في ظل هذه الأزمة الثقة اليوم قلت أيضا دكتور خالد السراي أنه التسوية التاريخية ربما انتهت يعني مثل حديث السيد أسام النجيفي اليوم يريد يفهم المواطن العراقي هل سيكون هناك يعني حل في الأيام القادمة أو ستكون هناك أزمات مثل ما تحدث السيد شعلان الكريم وقال هذه أزمة سياسية أو مفتعلة سياسية ربما الانتخابات القادمة ستحالف الوطني يكون في خندق وأتحاد القوة وأيضا الكتل الأخرى بسبب يعني الانتخابات القادمة ممكن حل حلت هذا الموضوع عن طريقه بعد ما يدخل قانون الحج الشعبي أو هيئة الحج الشعبي للتنفيذ ممكن بالتعليمات التي تصدر عن طريق رئاسة الوزراء ممكن مراعاة عدة جوانب فبالتطبيقات وبالتنفيذ يمكن حل حلت هذه المشاكل ويمكن يعني نقول بأنه تنتهي ما تنتهي المشكلة لكن تقلل المشاكل يعني مكاسب سياسية راح تكون بالأيام القليلة القادمة احتمال يعني احتمال نحصل احنا ما مكاسب احنا نحصل ما نقول مكاسب نقول نحصل على جزء من حقوقنا وليس مكاسبنا نحصل على جزء من حقوقنا معهم نعم هاليوم يعتقد اتحاد القوى انه مهمش وايضا يعني بالفعل هو لانه لم يأذرع في قانون اقرع قانون هيئة الحج الشعبي العفو من البالحة من صارت درج القانون وبسرعة يعني كان كأنه تهميش كامل لانه طلبه وقف فقط تأجيل الجلسة اليوم الثنين او يوم الاربعاء يوم الخميس رفضوا يعني بهاي السرعة كأنه يعني باتفاق مسبق بأنه لا بد أن يدرج يعني خلال يومين ما مشكلة شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيدة محاسن حمدون كلمة خلص الوقت يعني كلمة خلص الوقت فضل كلمة حقيقة البلد غير مستقر كلمة خلص الوقت كلمة خلص الوقت يجب أن نقطع داب الرجندات الخارجية اللي تشتغل ضد أي نفس وطني بالعراض شكرا جزيلا بالختام أشكري ضيوفي أريد أريد أتحدث كلمة الخلافات السياسية تزيد المشهد تعقيدا وخصوصا إحنا مقبلين على مشروع تسوية تاريخية الأصرار والإعناد من كل الأطراف مو صحيح ورانا هواية مشاريع وكل القوانين عليكم تراعون بيها مصلحة الشعب كله يعني ماكو اختلاف بين كل الشعب والسياسي اللي يفرق بين أبناء بلده ما لا مستقبل سياسي وما راح ينذكر بخير وما حد ينتخبه المواطن العراقي ذكي إيه والله ذكي ويميز وخاب قبل انتخبكم هسلا أعتقد صار وعي شعبي برفض أغلب الوجوه الموجودة المراهنة على الخلاف والطائفية ورقة قديمة إيه والله قديمة وراحت تصبحون على وطن آمن في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة